مرحبا أنا رفيق كيف حالكم؟ مرحبا أنا رفيق كيف حالكم؟ أنا جيد اليوم من خلال قصة رفيق أقول لكم القصة عن الإمارات العربية المتحدة قد زرت إلايها في المعادي فقط تبي لكن سأزل إلا الإمارات مرة أخرى اليوم أتحدث عن فكرة حول الإمارات ورجحات الكوريين العاديين عنها ميزة الإمارات الأولى الإمارات هي البلد المتحدة لكن لا يعرف موظم الكوريين أنها البلد المتحدة لماذا الإمارات في الخريطة؟ دبي أبوظبي أهى هي مدن في الإمارات لا هذا قطع على رقم من أنها يبدو كمدينة في الخريطة كلها إمارة بلد كل إمارة لديها الحاكم ويوجد اكتلاف ثقافي بين إمارات على سبيل المثال دبي لديها قيود قليلة في الملابس والالكوهول لكن في الشارقة بجانب دبي أقصر محافظة على أي حال تتقون الإمارات العربية المتحدة من سبع إمارات لذلك يمكنك أن تستمتع كل إمارة بزفر واحد ميزة الإمارات الثانية يوجد فيها المزيد من أحد الأشياء في العالم كل الكوريين يعرفون الدول المبنى في العالم بروت خليفة لم أزرها بعد وأكبر مسجد في العالم في أبوظبي مسجد الشيق زائد ابن سلطان النحيان وأكبر جزيرة استناعية في العالم نقلة الجميلة وأيضاً وطيران الإمارات وبرزع العرب وغيرها هناك الكثير من الأفضل أشياء في المجلات المتعددة وأيضاً الإمارات هي أقصر شعبية للكوريين من بين الدول العربية للسياحة أقصر أفضل أجمل أكبر الإمارات أفضل ميزة الإمارات الثالثة يعني أمير النفط إن صاحب هذا المستلح هو منصور بالإمارات أغنى الناس في العالم وأمير النفط وهو مالك النادي الكوريين في القدم البريطانية لذلك في كوريا يقول للصديق غني بالمزاح مثل أنت منصور ويعتقد موظم الكوريين أن منصور من دبي لأن دبي أقصر شهرة لكن إنه من أبوظبي أتمنى حتى قابل معه قد زرت إلى دبي بالإمارات عندما كنت ظالم كانت الإمارات دولة جميلة وفاخرة حقاً كنت أرغب في زيارته مرة أخرى الحمد لله سوف أضحب إليها الشهر القادم إذا كنت تعيش في الإمارات أكتب إيميل في التعليقات من فضلك إذا ممكن المتقابل معاً في الإمارات سأقدم لكم حدية سهيرة على أي حال الإمارات أحسن بلد شكراً إلى اللقاء شكراً إلى اللقاء